عايز اقول حاجة انت كمان عايز اقول حاجة في النقطة دي قلت نقطة مهمة جدا انت تحضير القرار عارف تحضير القرار ده في أوروبا انا يعني فيه اكتر من من ناشي الصغير في مصر طلع عمل فترات معايش في أوروبا كلهم اجمع الحاجة واحدة هو ريدي بتأكد من المهيبة بتاعتك بيبدأ حطك في نقطة رد الفعل يعني رد الفعل بتحطي مثلا في تامير التروندو من وان من وان توتش من من لمسك كل ما خلص قالك ممكن انت بس غلط ومشي حاسبك على البس غلط ولا صح هو حاسبك ان انت محضر مجهز قرارك ولا رد الفعل وده رهيب جدا فيه لعيب موهوب جدا ولعيب عمل بومنج الفترة اللي فاتت في مصر هو تقريبا احترف فحد دورات الاوروبية انا عرفت من حد المقربين منه ان الولد لما رجع فترة الاجازة بتاعته اشتكى ان هناك مش بال حاخد القرار ولعيب ده مهم جدا من اللعيب الناشئين اللي هم عملوا بومنج الفترة اللي فاتت فلوقد قالك هناك في غربة عندنا عندنا بالزبط انا عرفت حد المقربين منه الولد قال انت على عندهم مشكلة او عندنا مشكلة الفرق بين هنا وهناك ان هنا فعلا انت بيديك وقتك ومساحتك بسا اخد راحتك باشا اهوتك وشايك وكل من يتعايزه ومعجابه سكورة احنا نجنم من الحاجات دي احنا نفرج اللي هو يا سيدي خلص بالزبط محدش بيديك وقت ان انت تفكر فعشان كده اناك دايما تدريبات رد الفعل قوية جدا وممتازة جدا فعشان كده احنا بنشوف الفرق كورة الريب ده غير طبعا انقص التسلسة عشان كنا ما بنشوف ناصر مامل اه بالزبط اه انت عجبك يبن ناصر مامل عجبني يبن ناصر مامل بص انا لأ انا عايز اتكلم في نقطة بقى اه يعني في كورة الجوني التاني ممكن نشوف الحالات طيب يالله شباب هتغلنا الحالات على طول لا بص دي كورة الجوني التاني بس ممكن نوفسه ستوب بقى نرجع اه اه احنا قولنا في البداية ستوب قبل ما نكمل احنا قولنا في البداية ان الناس بدأت تشتك من عبدالله السعيد ان عبدالله السعيد معندوش التأثير المناسب ان راجل مش بلعب رقم عشرة فالراجل لها الحل فين الحل ان احمد فتوح هو اللي يخرج الكرة وعبدالله نبدأ نعلى به يقوم بدور تمانية او بوكس تو بوكس او اكتر شوف مين اللي وافينا في العمق الملعب احمد فتوح مين اللي وافي لك بقى مين اللي هيستلم الكرة دلوقتي عبدالله السعيد فانت قربت عبدالله السعيد من مناطق اللي انت مفروض تصنع فيها الفرصة الخطيرة وهنا مش بس كده هنا يعني ناصر مهر قام بدور المناورة اللي بيبدأ يتحرك وار الخطوط فانت هنا وفرت النقطتين مهمين جدا الزمالك كان بيفتقدهم في الكونفدرالية ناصر مهر اللي بتحرك بين الخطوط وفي نفس الوقت عبدالله السعيد اللي بيقدر يعملك بروكليسف باص يود الراجل يعني من نص الملعب هو الجن حرفان زي السكنة في الحالة زي ما بيقول هنا ده الجزء الاولاني بتاع تأثير رحمد فتوح في نقطة انه هو بتحرك او بيلعب دابل بيبد جنب جنب دونجا وخلى تأثير عبدالله السعيد اكبر بكتير طبعا في تأثير سالي بعد كده بسم الشكرا عمر جالب بطلب الكرة وكما اه بطلب الكرة وكما انا بكرة من اللعيب دايما هي الميزة هي الميزة اللي انت عندك عندك تلات اربع لعيبه ما للممرات الاربعة اللي انت مفور تهجمهم نفس القصة انا فاكر حاجة مهمة جدا هنا الدكتور خليفة قالها في اول مجوميس جيه جاب له نقطة لقطة في التأمين بتاعه ان الراجل دايما بيطلب من لعبته ان هي تطلب الكرة في مساحة مش عايز الوينجات لتطلب الكرة في رجله وتقريبا دكتور خليفة انا فاكر باللفز كده قالها يعاني مع مصطفى شلبي هنا فانا فاكر الجملة دي فهنا شوفنا الاربعة لعيبة بتطلب الكرة في المساحة اه اخر رفيع اخر لقطة بالنسبة لنا اه كان في لقطة تانية بس شاريت بسرعة هتجيلك حالا دلوقتي وصلت يلا بينا نفس القصة هنا بص انا عايز نفس القصة شوف الراجل فين شوف الراجل بيلا نفسه ازاي ناصر ماهر نفس القصة تحضير القرار طبعا دكتور خليفة جافة قابلنا فتحضير القرار التحرك بين الخطوط وانا قلت دي المشكلة الفرق اللي ما بين ناصر ماهر واحمد حمدي في مرحلة خروج الكرة ان ناصر ماهر بيقدر يستلم بين الخطوط بشكل سلس جدا ميجاهز القرار بتاعه عنده الفلكسيبليتي ان هو يتحرك او يعمل التر ده بشكل كبير جدا